الخبر الأول اللي عدنا عن فضيحة نارين بيوتي ويا موفلوكس بالبث المباشر اللي كان وفاتحي اللي هو أصلاً ما كان بث مباشر وإنما يا حبايب هو عبار عن مقطع مصوري قبل ولكن نزلوا عساس هو بث مباشر وكأنه فاتحي هسه طبعاً بالنسبة الدليل على الكلامي فنارين بيوتي حالياً هي بالسويد أما موفلوكس فهو حالياً بالإمارات فممكن أحد يشرح لي هذول شلون نلتقوا؟ طبعاً هذا الشيء يرجع علامات الاستفهام إذا أكون مشكلة بيناتهم أو لا ومثل ما توقعت أنا بالمقاطع السابقة أنهما رجعوا الفولو مجرد لأنه أكوا إعلان مو أكثر عليكم لني يا حبايب يكتبون رأيكم بالكومنتات هل شلطوا تعرفون أن هذا البث المباشر كان مصور قديم أو أعباركم هو بث مباشر حقيقي الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو محمد جواني فجواني نزل على حسابة بالإنستجرام شوية ستوريات كانت يقول أنه يوم الجمعة رح ينزل مقطع وهي يوتيوبر عراقي صراحةً ما أعرفه ولكن اسمه كرار سيكون عبارة عن مقطع تقييم يوتيوبر رح أضعكم هذا الستوري شوفوا أعطي للجماعة والصبت والأحل من شأنك بكرة على الساعة الخمسة على خانة اليوتيوب فيديو نار تقييم اليوتيوبر بيمن الكرار كماما قايمينه هسا حاكينا علي يا جماعة حاكينا علي خذوا لكرار أما اليوتيوبر الثاني فهو أحمد أبو الروب فأحمد نزل على حسبه بالإنستجرام هذو الستوريات اللي جارت خلف كواليس أغنيته الجديدة وصراحاً بين من المعدات المستخدمها والكاميرا أن الأغنية رح تكون نارية رح أضعكم هذه الستوريات شوفوها أما اليوتيوبر الثالث اللي عدنا هي شيرين بيوتي فشيرين نزلت على حسابها بالإنستجرام هذو الستوري اللي تقول بي أنه اليوم رح تنزل مقطع اليوتيوب والمقطع هو نزل قبل شوية تقريباً هو إصابة فيروس كورونا اللي حابيني يشوفها موجودة على قناة شيرين بيوتي علي كلنا رح أضعكم هذه الستوريات شوفوها الثالث اللي عدنا عن مريانا غريب وتعرضها للتنمر مريانا نزلت على حسابها بالإنستجرام هذه الصورة وكل اللي شافوها صاروا يقولون أنه مريانا قصيرة وأنه صاروا يتنمرون عليها فبعدها نزلت هذا الستوري اللي كانت حزينة بي بسبب هذه التعليقات وصارت تقول هي طولها 157 سنتيمتر وأنه الله هو لخلقها هيتش هي ما لها علاقة فرح أعطوكم هذه الستوري شوفو الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم المتابعين على نارين بيوتي بسبب هذا البث المباشر اللي فتحتها فهوائي من التعليقات صار تجي أنه البث كان مميل ومعصبين لأنه كله كان عبارة عن إعلان لدرجة أنه هذا التهجم وصل المقطع غيث مروان فهوائي من الكومنتات كاتبين منه الطلاع من بث نارين بيوتي بيوتي بيجع على مقطع غيث مروان على كلية بالنسبة لأشخاص اللي شافوا هو البث المباشر اكتبونا رأيكم بالكومنتات هل أعجابكم البث هل استليتوا بأولا بس والله هنا وصلنا هات المقطعات من المقطع أعجابكم اشتركوا بالقناة اشتركوا بالقناة وبس مع السلامة